السلام عليكم الله عليكم العافية جميعا اليوم جبت لكم أسرع طرق لحف الجدران وانتو بتعرفوا انه حف الجدران أكثر عائق بغلب الحرفي اللي بيشتغل أو الفني اللي بيشتغل بيوت الناس بتوكل مع وقت توكل مع جهد هاي أول ماكينة اللي هي ماكينة الحف تبعية الخشب تيجي مستطيلة طبعا هاي بنستخدمها للجدران بالزوايا وما بين فواصل الجبسن بورد أسفل فاصل الجبسن بورد مش فواصل الشباب اللي هي بين الحف وبين السقف الجبسن بورد طبعا هاي بتحف الزوايا بشكل كثير كثير ممتاز أفضل من الحف اليدوي وسريع سريع جدا الماكينة الثانية هي الماكينة اليدوية بنستخدمها على الجدران بحيث انه في مناطق بتكون فيها تجويف أو تجوير بتعرفوا انه أحيانا اللياسة بتشوفها وكأنه طبعا اللياسة اللي هي الكسارة لونها أخضر وبيصبغوها وكذا الأخير ولكن عند شغلك بيبين مع كل عيوبها طبعا هاي بتفوت بين التجويفات وبين الجدار بشكل انه رائع بحيث انها تخفي العيوب وتكون وتخفي التجاعد اللي فيها وتكون مناسبة لشغل مية بالمية أنا جبت لكم هاي الطرق بحيث انه انتوا يكون في عندكم شغل سريع ومختلف عن أول فكرة ندمجها مع بعض ونقول كيف احنا بنشتغل البيت ونكون منجزين فيه أسرع وشغلنا أدق وأجمل طبعا هاي الماكينة الحف اليدوي مرة دائري ومرة مستقيم وبتعرفوا صيغة حفها الماكينة الثالثة وهي من أهم المكان طبعا هاي الماكينة اختراحة جديد وفكرتها بسيطة ولكن حلوة كثير وريحتنا من الشد والضغط والتعب النفسي انه انت تجيب اكثر من عامل يحفو لك البيت لا هاي الماكينة خلاص عوضتك بحيث انه يكون جهد أقل وسرعة أكثر طبعا هاي اون اوف وفيها عدة سرعات من واحد الى خمسة يعني من مية دورة في الثانية الى خمسين الى ثلاثين الى مية وعشرين الى مية وخمسين دورة في الثانية طبعا هاي الماكينة حساسة طبعا فيها لد اضاءات تكشف لك عيوب الجدار ممتعة يعني انا مبسوط فيها هاي اللي سواها حقيقي انه رائع وبتركب عليها ورقة الحاف تسعة انش طبعا مش مشكلة القياس يكون مية وعشرين ثلاثين ثمانين تسعين مية وخمسين حسب النعومة اللي بدك اياها للجدار معها كيس طبعا هذا الكيس بلوم الغبار وما بتستنشك نتفت غبرة يعني الماكينة هاي رائعة جدا جدا وبتحفلك بقوة يعني هاي هون مشهولة انتيكة شالت الانتيكة شيء الكامل ما خلت منها اشي فحفها ممتع صار في عندك انه انت فنان انت مش فني تمام وهيكا بنكون وصلنا للاخر الله اعطيكم نعافي السلام عليكم